متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله جايين نجرب مع بعض كلينج 2.1 تم الاعلان عن كلينج 2.1 من شركة كلينج AI وهذا النموذج موجود الان في الستاندر بريزولوشن 720 بيكسل جودة 720 بيكسل وبالنسبة للبروفيشنال ب1080 ده بالنسبة لو انت اخترت الستاندر مود او البروفيشنال مود وبالنسبة لي الكريدتس بيستهلك 20 كريدتس بير ساكند بالنسبة للستاندر و35 كريدتس بالنسبة للبروفيشنال كلينج 2.1 فاستر أسرع بتحصل على مشاهد المشاهد دي بتكون متوافقة بشكل كبير جدا مع الامر اللي انت كاتبه والحركة فيها بتكون مور دايناميك الوقت هنجرب مع بعض كلينج 2.1 اللي موجود حاليا وبيسابورت الامج 2 فيديو والتيكس 2 فيديو لسه كامينج سون فاحنا حاليا حنرفع الامج ونعمل منها فيديوهات يلا بينا ما ترحوش في اي حتة حنرجع لكم مرة تانية لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض كلينج 2.1 واللي حيكون ظاهر عندي ان كلينج 2.1 is here في تحديث كبير جدا على الحركة حبتدي اروح بشكل مباشر على فيديو 2.1 ونبتدي مع بعض نرفع الصورة بتاعتنا زي ما قلتلكو هو بيسابورت الامج 2 فيديو حبتدي هنا ارفع الصورة اللي انا هستخدمها اول صورة معايا مجموعة من الفيالة بتتحرك في النهر مع بعض هنا مش بيسابورت اليوز اوف اند فريم فيتشارز وحبتدي هنا احط الوصف الخاص بالمشهد نفسه والسين نفسه اللي انا عملت به اصلا الصورة والصورة انا عملتها بامجين فور هنا البروفيشنال وفيه الستاندر فيه عندك الستاندر مود وعندك البروفيشنال مود انا حجربه مع البروفيشنال مود والمود ده حتكون خمس ثواني حيستهلق خمسة وثلاثين كريديتس وحدوص على جينريت علشان نشوف النتيجة هنا زي ما احنا شايفين جينريشن جينريشن هياخد وان مينيت والمفترض ان 2.1 اسرع من اي نموذج قبله يبقى احنا هنا من اختبر السرعة هنختبر ايضا الديناميكس الخاصة بي الحركة ديناميكية الحركة وحنشوف دلوقتي مع بعض كمان مدى التزامه بيه الامر اللي انا كتبقى تم الانتهاء من الفيديو بتاعنا الفيديو مدتوه خمس ثواني هبتدي ان انا اعمله داونلود علشان نبص عليه كفول سكرين مع بعض طبعا زي ما احنا شايفين الحركة رائعة جدا ممتازة جدا بالنسبة الفيديو مدتو خمس ثواني طبعا هو مدى السيارة فالمفترض ان الحركة تكون كويسة اعتقد التحدي الاكبر حيكون في المدة الطويلة ولكن الفيديوهات النتيجة بتاعتها رائعة انا متوقعة كمان ان التكستو فيديو حيكون افضل لان هو اللي حينشئ لك الامج يلا بينا نشوف برامت تاني وامر تاني وصورة تانية تم انتجها ايضا بإماجين فور هبتدي ارفع الصورة الصورة في وقت الزحام مجموعة من الناس ماشية في الشارع التركيز هيكون على امرأة لابسها ريد كوت ماشية بشكل معاين الكاميرا المفروض انها تركز عليه هبتدي احط هنا الامر بتاعي ابيزي داون تاون ستريت دورينج راش اور كاميرا فولوس بتتبع يونج وومن از ويرينج امودست كلوز اند حجاب تعال نشوف هل فعلا الكاميرا هتركز ولا لأ عليها هنا انا هطول المدة شوية خليها تنسكند وحستخدم البروفيشنال والتالي هياخد اكتر هياخد سبعين الستندر مع الخمس سواني بياخد عشرين هبتدي ادوز جنريت ونشوف النتيجة مع بعض هيقول لي الستميتد ويتنج تايم تلات دقايق تلات دقايق مع العشر سواني اعتبر كويس جدا هنرجع مرة تانية بعد النتيجة تم الانتهاء من الفيديو هعمله داونلود ونشوفه فول سكرين طبعا زي ما احنا شايفين واحدة ماشية في الشارع التركيز عليها في الحركة ولكن بصوا بعد الثانية التانية في عربية دخلة كده وسط الناس خبطتهم تقريبا يعني خبطت الناس زي ما احنا شايفين لا مش حلو مش حلو التنفيذ خالص مع العشر سواني هلون بصوا كده على الخمس سواني ونشوف الفرق ما بين الاتنين هيكون عامل ازاي هنا هبتدي حط نفس الامر هي هي نفس الصورة وحبتدي تحت اختار الخمس سواني خلينا على البروفيشنال على اساس ان يكون الحكم افضل يعني انا على البروفيشنال مود خمس سواني بدل عشر سواني ونشوف الديناميك بتاعة الحركة هتكون عاملة ازاي طبعا لا يمكن انا اقارن اكيد ما بين كلنج 2.1 و بي او ثري بي او ثري احنا شفنا طبعا ده حاجة تانية بمكان تاني خالص بمكانة تانية خالص فما نقدرش ان احنا نقارن ما بينهم ولكن زي ما قلتلك و بي او ثري غالي فاحنا لازم ندور ما عجبنيش الفيديو اللي فات فالخمس سواني الفيديو الاول كان ممتاز اللي هو بتاع الفيالة اللي مشى في المية حنشوف ايضا تنفيزه لهذا الفيديو هيكون عامل ازاي وهياخد وان مينت وحنشوف النتيجة هل مع الخمس سواني افضل من العشر سواني حتى الان عشر سواني من الصعب الحصول عليها باستخدام كلينج 2.1 ولا لا حنشوف مع بعض الوقت تم تنفيز الفيديو حملته على الفول سكرين طبعا انتو شايفين مع الخمس سواني افضل بكتير من العشر سواني ما فيش بقى عربية دخلة غلط هما بيجروا يعني انا طلبة ان يكون الحركة سريعة كله بيجري راش اور طبعا هو الشخص كان هيغبط فيها في الاخر خالص في اخر يعني ثانية ولكن الفيديو مش بطل انا توقعت الخمس سواني هيكون حلو جدا معي نختبره في مشهد تاني مشهد كده في معركة وحبتدي اختار بقى الخمس سواني نشوف الخمس سواني كده وخليف البروفيشنال موت بصراحة عشان اكيد افضل من الستاندرد وحبتدي ادوس جينيريت شوف النتيجة واي دي مشهد المعركة زي ما احنا شايفين الحركة فيه جيدة بالنسبة لي خمس سواني باين جدا ان هو اكيد هيكون افضل من العشر ثواني وحنبتدي دلوقتي نعمل مشهد والمراضي انا هنشئ الصورة من خلال كلينج نفسه وحبتدي ان انا احركها ايضا من خلال كلينج 2.1 وحستخدم بقى المراضي كلينج 2.1 ماستر اللي المفروض ان هو كمان مور افشينت وافضل لو روحت على الامج كولورس 2.0 ده النموذج اللي بيستخدم في عمل السور وابتديت احط الامر بتاعي نفس الامر الخاص بالأليفنس لكن هنا خليه هو اللي ينشئه لي 16 لتسعة خليته اوتبوتس هاختار افضل مود لانشاء الصورة وحبتدي ادوس تم انشاء الصورتين بصراحة الصورتين حلوين جدا يعني يكاد يكون كمان افضل من اماجين فور الصورة دي حلوة قوي حبتدي ان انا روح اقوله جنريت فيديو والمرة دي هاختار كيلينج 2.1 ماستر و2.1 ماستر المفروض ان هو مقارب جدا للامر حبتدي ان انا اختاره وهنا حبتدي اختار خمس ثواني طبعا انا هنا هستخدم 100 نقطة عشان اعمل الفيديو ده وده انا خليته في الاخر خلص عشان ده يعني بقى المفاجئة بتاعتنا نشوف الماستر هيدينا ايه هيستهلك كتير ولكن انا شايفة ان التجربة يعني اهم تم انتاج الفيديو بتاعنا حبتدي اعمل داونلود ونشوف على الفول سكرين طبعا زي ما انتو شايفين الفيديو رائع جدا 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 كيلينج 2.1 ماستر ممتاز جدا وبكده وقفنا على ان افضل نموذج تقدر تستخدمه هو كيلينج 2.1 وكمان مصدر رائع رغم تكلفته كبيرة خمس ثواني مميت نقطة وايضا بالنسبة لي العشر ثواني ممتين نقطة فكتير جدا انا معاكم ولكن نتيجة في الاخر جيدة فالناس اللي بتعمل الافلام الوطائقية بتعمل المحتوى التركيز فيه على الفيديو حيكون مناسب بها جدا هذا النموذج عشان كده ناسبته في الاخر علشان اسمع رأيكم ايضا في التعليقات وتقولولي ايه رأيكم هل كلينج 2.1 انت ممكن تستخدم 2.1 علشان تعمل بمحتوى شوفكم فيديو قادم بإذن الله على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت ولو كنت بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته